اشتركوا في القناة بمنفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار مؤكدا سموه على متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف الأصعد كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى معالي دكتور مصطفى مدبيع رئيس مجلس الوزراء المصري مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة